الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم انبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه داه الى يوم الدين وبعد فمع حديث خاص شديد الخصوصية لانه عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كل القلوب الى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل اما الدليل اذا ذكرت محمدا صار الدموع العارفين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لكل العالمين رسوله ومما زادني فخان وتيحة وكدت باخمصي اطأ الصرية دخولي تحت قولك يا عبادي وانصيات احمد لي نبيا صلوا عليه وسلموا تسليما كيف لا نحبه وقد احبه الله واسنى عليه اسنى على كل شيء يتصل بحبيبنا صلى الله عليه وسلم زكى رب العزة عز وجل لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى جليسه ومعلمه فقال علمه شديد القوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد معاء وزكى بصعه فقال ما زاغ البصع وما طغى وزكى خلقه فقال وانك لعلى خلق عظيم وزكاه كله فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال الحق سبحانه وتعالى اسمه باسمه عز وجل فما من مناد في ازان ولا اقابة يقول لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الا ويقول واشهد ان محمدا رسول الله وضم الاله اسم النبي الى اسمه وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فزو العرش محمود وهذا محمد صلوا عليه وسلموا تسليمها وكان التكريم في رحلة الاسراء والمعاج حيث يقول شوقي اصعى بك الله ليلا از ملائكه والرسل في المسجد الاقصى على قدمي سلواءك منهم كل زي خطايا ومن يفز بحبيب الله يأتممي وقد بلغت سماء وقد بلغت سماء لا يطاف بها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند عدبته وقيل كل نبي عند عدبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي محمد صفوة الباري ورحمته وسيد الخلق من عرب ومن عجم صلوا عليه وسلموا تسليمها ويقول سيدنا عبدالله ابن عباس سلاس في القرآن نزلت مقرونة بسلاس لا تقبل واحدة دون الاخرى اولها ان الحق سبحانه وتعالى جمع بين طاعة رسوله وبين طاعته فقال واطيعوا الله واطيعوا الرسول فلا تقل علي بالقرآن ولا علي بالسنة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الا يوشك عجل متكئ على ايكاته شبعات يقول عليكم بكتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحظموه الا واني اوتيت القرآن ومثله معه الا انما حرم رسول الله مثل ما حرم الله هذا رسول الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول السانية واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلا تقول انا اصلي ولا اعطي الزكاة لا فرق بين الصلاة والزكاة والثالثة وقد ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين يحسانا فما عبد الله حق عبادته من اساء الى والدي حديث القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث عظيم فاذا كان سيدنا موسى عليه السلام قد قال رب شرح لي صدري فان الله عز وجل قد ابتن على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فشرح له صده بدون طلب فقال ألم نشعح لك صدك واذا كان سيدنا موسى عليه السلام قد قال وعجلت اليك ربي لطاردة فان الله قد انعم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ولا سوف يعطيك ربك فطاردة غفع له ما تقدم من زنبي وما تأخر انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفع لك الله ما تقدم من زنبك وما تأخر ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطى قدمها وتتشقق من طول القيام وتقول السيدة عائشة هون عليك يا رسول الله ألم يغفع الله لك ما تقدم من زنبك وما تأخر فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكوا وإذا كان رب العزة قد نادى الأنبياء بأسمائهم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح ربط بسلام منا وبركات عليك يا إبراهيم قد صدقت الرؤية يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة فإنه كان أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم في مخاطبته بوصف الرسالة والنبوة وبعض الصفات الحسنة فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزر إليك من ربك يا أيها النبي إن أرسلناك شهدا ومبشرا ونزرا يا أيها المزملك من ليلة إلا قليلا يا أيها المدسركم فأنزر ربك فكبر وسيابك فطحير فأكرمه بذلك ثم بعد ذلك أبو العزة سبحانه وتعالى وصفه بأنه نبي ضحمة فقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لم يقل ضحمة للمسلمين وحدهم ولا للمؤمنين وحدهم وإنما أرسله ربو رحمة للعالمين وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم واشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين عقوف الرحيم ولما كان يوم الطائف وصلت أهل الطائف عليه عبيدهم وصبيانهم يعمونه بالحجارة حتى سل الدم من قدميه توجهه صلى الله عليه وسلم إلى ربه بقوله اللهم إني أشكر إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم أنطربي ورب المستضعفين إلى من تكلني إلى غيب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمي اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلأبالي ولكن عافيتك أوسعني وهنا يأتي جبريل عليه السلام يا محمد قد أرسلني الله إليك ومعي ملك الجبال لو شئت ومعي ملك الجبال لو شئت لأطبقنا عليهم الأخشبين فيقول لا يا أخي يا جبريل ولكني أقول اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون فيقول له جبريل صدق من سماك الرؤوف الرحيم واعلموا أن فيكم آسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفى والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ترجمت هذه الرحمة في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة تجاوزت الإنسان إلى الحيوان فلما آجملا يتعبه صاحبه قال يا صاحب الجمل يا صاحب الجمل اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإن جملك هذا قد اشتكى إلي فإن جملك هذا قد اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه وكان صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم ويقول الرحمون رحمه الله ويقول يا عائشة عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي شمس الرسول شمس الرسول شمس الرسول على البرية أشرقت جلت الصداع عن كل قلب مذنب يا سيدي يا مصطفى أنت المدى صلى الله عليه وسلم وعليك يا نبي الرحمة أسأل الله أن يسقينا بيدك الشعيفة عند الحوض شعبة لا نظمأ بعدها أبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته